تطوير الموانئ العمانية لتمكين سلطنة عمان من أن تكون مركزاً لوجستياً دولياً من خلال إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في مجال النقل واللوجستيات، وهما أدى إلى زيادة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ وارتفاع حركة الحاويات. ذلك ما لفت إليه معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في لقاء بطلبة الكلية الحديثة للتجارة والعلوم ضمن برنامج زيارة الجامعات والكليات والالتقاء بالخرجين لتعريفهم بالخطط الوطنية. كان اللقاء اليوم مهم لأن هذه الكلية تركز على جوانب اللوجستيات وكذلك تركز على جوانب الطيران بالخصوص في اللوجستيات وعلى الجوانب الأخرى المتعلقة بالتقنية بالITC. اللقاء كان اليوم تعريفي وكان أيضاً فيه بعض الشرح عن توجه الحكومة فيما يخص لهذه القطاعات والفرص المستقبلية لأبنائنا الطلبة. اللقاء الصلة تضوى على تشغيل موانئ قائمة بالشراكة مع القطاع الخاص في وقت تستقبل فيه الموانئ العمانية آلاف السفن وملايين الحاويات والطلبة أثناء الحديث عيونهم شاخصة نحو المستقبل المشرق لهذا القطاع. استفدنا كطلاب الفرص الجديدة المتاحة للطالب أن يعرف توجهه بعد التخرج والمقالات التي سيحصل عليها. وتطرق الحوار إلى ميناء خزائن البري الذي يعد استثماراً لوجستياً من المؤمل أن يسهم في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة بآفاق وعدة وطموحات كبيرة. كان للقاء اليوم أهمية كبيرة في توفير الدعم لنا وتشجيعنا لتحقيق طموحاتنا وتطوير مشاريعنا وابتكاراتنا التي بإذن الله ستسهم في تقدم وتطور البلاد. واستكمالاً للمشاريع الاستراتيجية يجري العمل على تطوير الحكومة الإلكترونية للانضمام إلى أفضل خمسين دولة مع استقطاب المزيد من الاستثمارات التقنية. يأتي هذا اللقاء في إطار التوجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لاستضافة أصحاب المعالي الوزراء للتحدث إلى طلبة السنة الأخيرة في مؤسسات التعليم العالي لتوضيح السياسات وبرامج الحكومة ومبادراتها وخططها المتعددة في مختلف القطاعات. أحمد بن عبدالله الندابي محافظة مسقط